نجحت البعثة الأثرية المشترقة بين المجلس الأعلى للأثار وجماعة فورتسبيرغ الألمانية في الكشف عن الألوان الأصلية لمعبد إتفو وعدد من النقوش التي تظهر لأول مرة وذلك أثناء أعمال مشروع ترمين سطح المعبد والذي بدأ عام 2021 بتمويل من مؤسسة جاردا هينكل الألمانية وأشاد وزير السياحة والأثار شريف فتحي بالدور الذي يقوم به المرممون المصريون في الحفاظ على تراث مصر الحضري وما يبذلونه من جهد رائع ومحاولاتهم الدؤوبة للكشف عن كافة النقوش الموجودة بالمعابد المصرية واستعادة الألوان الأصلية التي كانت تزينها منذ ألاف السنين موجها بضرورة الإسراعي في إتمام الأعمال استعدادا للموسم السياحي الشتوي واستقبال الزائرين المصريين والسائحين من كافة دول العالم